طيب نروح للدراما الوطنية الدراما الوطنية السنة دي كمان مميزة جدا يعني أولا عندنا دراما تاريخية وثائقية وبتعمل مفاجآت كل يوم وده الاختيار وعندنا كمان دراما مهمة جدا ملف داعش فاتكلمني عن الدراما الوطنية السنة دي أنا رأيي أن الاختيار وصل للذروة الجزء الثالث هو أعلى نقطة ممكن يصل إليها العمل الفني اللي هو ماشي على الطريقة الموسيقية كريشندو يتساعد يتساعد البناء من الأول من الجزء الأول دي كيو دراما فيه الجانب التوثيقي والجانب الدرامي المرة دي وفي الثاني زاد شوية الجانب الوثائقي في الثالث سيطر سيطرت الوثيقة لسبب حتمي أن أنت بتتعامل بوثيقة لأن أنت داخل في مناطق حساسة جدا كل يوم على الأقل فيه تسجيل لا يمكن أن يتطرق الشك إليه بيدينا صورة للوطن كنا رايحين فين طبعا كنا رايحين وإزاي وبوثيقة مش بخيال كاتب لا بوثيقة لا يحتمل الشك فإحنا كل يوم اللي بنشوفه ده بيدعم الإحساس الوطني اللي كان عند المصريين إنه كان فيه كابوس وكان يجب التخلص منه المرة دي كلنا يعني يمكن الدولة كانت شايفة لأنهم عندهم الأجهزة كانت شايفة أنت كمواطن ما كنتش شايف كنت حاسس أن فيه فساد فيه حاجة غلطة فيه ظلام أنت عارف يا طريق وأنا بتفرج أنا قلت إيه يعني أحيانا وأنا بتفرج هنا بروح المشاهدة يعني زينا زي المشاهدين فأنت بتقول معقولة إحنا كنا عايشين بناكل ونشرف وننزل وكنا بننزل مظاهرات ضد الإخوان وكله بس أنت ما كنتش عارف كم الخطر الكبير على الوطن أنت عارف أن أنت عندك خطر وأن الدنيا مخنوقة والناس مخنوقة بس أنت ما كنتش شايف ده فلما بتشوف كمان التسريبات والأشياء الوثائقية بقى اللي بتقدم في الحلقات ترجع وراء وتقول لا أنا كان عندي دولة في الضل تحميني مصر كان فيها دولة ضل كبيرة لأنه كان الوطن بيتباع والشرف بيتباع والأرض بتتباع وبعندما متلاقي رئيس الجمهورية بيجي خائرة الشاطر يملي عليه هو قاعد كده والتاني بيقوله ونعمل كذا كذا وده قاعد كذا يعني زي كيف تحكم مش بس المرشد لا خائرة الشاطر كان هو أهم شخصية بتحكم مصر وداخل على كل الأجهزة ده حتى يعني أكتر من الرئيس المعزول يعني أنت هو المسيطر على كل شيء بيديله إرشادات وقرارات وهو كان واضح أنه هو كان أكثرهم حنكة يعني هو اللي فهم داخل إزاي وحيعمل إيه فكان بيملي أردته على مرسي لما تلاقي أنه الأمن القومي ما كانش بيهمهم الإنسان المصري أنه يموت بس يا رب ما بس ليه يموت هما اللي يهمه هو النفوذ والسيطرة على الدولة والإخوان تنجح ويعمل جيش تاني ودولة تانية والشعب ده اللي عايش ده مش موجود هم عندهم قناعة أنه عندهم جزء فقط هو ده الشعب لكن فيه 99% 95% على الأقل مش دول طب دول يعملوا إيه كان عامل معهم إيه شكرا